يحتفل العالم اليوم الاثنين باليوم العالمي للإسكان وقد اختارت الأمم المتحدة شعار هذا العام موضوع التنقل في المدن وسهولة الوصول إلى المرافق الخدماتية ويهدف هذا اليوم إلى إحصاء حالة المدن والقرى وإمكانية حصول الإنسان على ملجأ أو مسكن وقد اعتمدت هذه المناسبة للمرة الأولى من قبل الأمم المتحدة عام 1986 وفيما خص الدول العربية فقط أشارت إحصاءاتنا السابقة إلى أن مدينة أبوظبي احتلت المركز الرابع بين أكثر عشرة مدن مفضلة في العالم بينما حلت دبي ثالثة كأفضل المدن رفاهية أما العاصمة اللبنانية بيروت فقد احتلت المركز الخامس في قائمة أكثر المدن العربية غلاء وفيما استطاعت مدينة الكويت أن تدخل قائمة أكثر عشر مدن تحسنا في المعيشة عالميا حلت القاهرة ثالثة كأكثر مدن العالم في تلوث الهواء واحتواء للعشوائية